مرحبا يا رجل كيف تكون اليوم و رجل تكون فيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم حراب لعبة بكككستي واليوم سنرى حيوانات جديدة نزلت في التحديد الجديد تحديد الحيوانات الأليفة طبعا في كثير حيوانات جديدة نزلت لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو نرى الحيوانات الجديدة لا تنسوا ان تشتركوا بالقناة وضعوا الفيديو لا تنسوا ان تشتركوا ايضا اشتركوا بقناواتي الثانية رابط بصندوق الوصف فوتوا على سيفر الديسكورد رابط بصندوق الوصف و لكن هلا دعوا نبدأ الفيديو كيف نبدأ يا جماعة هذا التحديد موسم عطلة الحيوانات فكأنه يعني بستحديد عشان نسترخي نسترح مدري احنا وحيواناتنا الأليفة و طبعا قايز ما انه حيوانات أليفة رجعوا كثير حيوانات لللعبة صراحة مش كثير أليفة مثل لكم هذا ضينا صور طائر هذا أليف هذا أليف متوحش و طبعا مو بس رجعوا حيوانات قديمة بس ضافوا حيوانات جديدة لأول مرة باللعبة طبعا في كثير ناس ما انتبهوا انه انضافت حيوانات جديدة لانه قايز بيبيعوهم داخل بيضات و في حيوانات اللي نزلت بس لسه ما اجت يعني يعني نزلت يعني لسه ما نزلت أقصد مهم داخل نشوف اي بيضة في الحيوان جديد هادي لا هادي لا لنقصن طبعا هاي اجمعها البيضة اللي في الحيوانات الجديدة شوفوا فيها بوما فيها باندا فيها كمان كثير حيوانات جديدة كمان بطة اه قطة جديدة كوكتاي كوكاتيل جديد دلماتش جديد كمان طبعا هاي البيضة راح اشتري منها كثير راح اشتري منها كثير بيضات اوه اصلا واو ست آلاف كورينز فيها خمس بيضات عرضه كثير بيجنن فخلي نفتح قاية العشر بيضات اللي عندي عندي عشرين بيضات اقيد لا خلي عد واحد اتنين استن اوماي جاد خلي نعد واحد اتنين ثلاثة استنوا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسع عشر اعترد امع كيف حضارش ملم تبقى فخلي كاية افتح ان احنا هملك احنا نضغط على الاعلان عشان ينخفض الثمن احنا نفتحت عن سبع جواهر او مي جود حصلت اول واحد جديد بس بحس كأنه هذا الحيوان كأني شايفاه باللعبة كأنه كان موجود بس بعدين راح و هلأ رجعسه مدري امام هلأ هذي جماعة كمان خلي نفتحه سبع جواهر كمان فنشوف كايز اش داخله اوه القطة الجديدة اسمه سولكين كات يعني قطة مدري اش معناس السولكينك اذا انظروا سولكينك سولكينك سakyينكendas معناتها بالعربي هذه هي عليء عابس هذه لي أن يكون الشخص ساكت روي من زعج ممكن دعونا كايز ناكمل ف AMxide احجي كايز نفسح بيضا عرب يجب أن يكون هناك حيوانات جديدة الأمر الأفضل هو أنه لا يوجد حيوانات أكثر من هذا يجب أن يكون هناك حيوانات جديدة فهذا ما أعتقد أنه جديد قرش أعتقد لدينا قرش لكن كان لدينا قرش أزرق هذا قرش أبيض اسمه أعتقد أنه جديد حصلت على هذه القطة مرة ثانية القطة والعابسة كثير منيح دعنا نفتح البيضة البيضة اذهب هذا الكلب مرة ثانية الذي كثير كيوت لا يمكن أن يكون الكلب جرو جرو كيوت أحب احب لا 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 حصلت على البومة لا أعلم لماذا قلت لا بالعكس بومة يا جمال بومة البيضاء اسمه سنوي أول أعتقد أول معناتها بومة سنوي يعني كأنه الثلجية فالبومة الثلجية سلي القطة هاي مرة ثانية أحس بس ضيعت الكوينز بس أصلا أنا عندي ثلاث مليون كوينز فما بيهم يعني لو ما ضيعتها الحيوانات فعلى إيش أحضيعها أوه هذا كثير حلو اسمه غري كوكا تيل متى اش هي كوكا تيل بالعربي بسمهم انه حيوان حلو كو كا تيل بدي أبحث عنه كا تيل بالعربي 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 فهو يجمع طائر أرمام طائر أوه اسمه بالعربي كوكا تيل فا أوه اسمه طائر الكاريوان لا مو كاريوان إيش بتلخبطه كرر الناس بيسموه كوكتيل و بس طائر الكوكتيل بس مهم خلي قايز نفتح هذا الحيوان هاي البيضة هاي كمان ساوية أوه قرش مرة ثانية أوكي بتبود و كيوت بتبود آه أنا شاريت بتبود عادي و كمان كيوت بتبود فهذه عندي اياها من زمان رح يطلع لي بس حيوان عادي أوكي إنو حذك شاريته من زمان أما العشر حيوانات اللي كانوا عندي اللي معاهم هذ يعني هن اسمهم كيوت بتبود يعني حيوانات الكيوت و قرش هاذه كمان مرة أخرى أوكي بتعفوا يا جماعة ايش هو اكثر حيوان حبيت احذروا قايز احذروا قبل ما قولكن واحد اثنين تلات رحلكن قايز الحيوان اللي حبيت هو البومة ياي احبت قلتها ايه كمان بس البومة يا جماعة أكثر حبيت ولكن بصآبت لديكوا اسمها snowy apple she's very cute تليخوا شو بتجنن كثير حلوة قبرة يا جماعة إنها بتجنن كمان لديكوا لو الليكبت مع هاي الطائرة الجديدة مو طائرة أم أقصد الروبوت الجديد تبعي مكها اسمه مكها فهذا الروبوت الجديد تبعي تبع يالله شو اسمه سيارة الروبوت فليكوا الحيوان بيركب معي ليكوا وين هالبومة تبعي الشجرة غطتها بس ليكوا هون كايز موجود لاحظتوا كثير كيوت يا جماعة ليكوا كيف بعمل بالرأسي فبس يا كايز راح نخلص هالفيديو بتمنى يكون عجبكم ما تنسوا كايز ان كون شتركوا بالقناة ليكوا جماعة بقدر اتمشوا انا عم بعمل سيلفي كثير حلو يعني انا جالسة واو احرجيكم كيف عملت هالخضعي هاي اول شي بتحط اصبعكم هون بعدين بتضلوا كذا تتمشوا وبنفس الوقت بتفتحوا الموبايل زي كذا شايفين هلا لو انتم عم تتمشوا والساتكم عم فاتحين موبايل فهلا كايز راح تجيبوا ايدكم ثاني و راح تضغطوا على الكاميرا و انتم رساتكم عم تتمشوا و بعدين خلص اوه وقفت عشان استضمت بها حجرة بس شوفوا خلينا عملها انتظروا زي كذا زي كذا و تدا هلا خلاص اشيلوا اصبعكم و تدا مبروك عليكم انما فبس هاي قايز احنا خلص بحبكم كثير متساعدكم تشتركوا بالقناة اكتبوا لي كمام بتعليقات اشياء حيواناتكم مفضلة بهذا التحديث بحبكم اشتركوا في القناة بحبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة